نظام التعليقات في اليوتيوب هو نظام بدائي صرف من اول ما دخلت مجال اليوتيوب وانا ما شفتش اي تطوير فيه لايك ديس لايك الرد على التعليقات او قلب من قبل منشئ المحتوى مفيش جديد لكن الجديد ان اليوتيوب بيفكر حرفيا ازاي يطور نظام التعليقات والبعض اقترح على اليوتيوب انه يضيف ميزة جديدة وهي انشاء فيديو قصير للرد على التعليق ايوة زي تيك توك وكواي حضرتك قلتها انا كمان قلت كده لكن الى هذه اللحظة ما شفتهاش على اليوتيوب اطلاقا ولكن اقتراح تم اقتراحه على اليوتيوب والى هذه اللحظة لم ينفذ لكن فينا مازج قدام عيني انا شفتها في المحتوى الاجنبي وحوضحها لك لتطوير التعليقات يعني مثلا لو جينا بصنا مع بعض وشفنا النموذك ده لو حضرتك بصت عندك في الاصل مش هتلاقي الطايمد طب الطايمد والتوب كومنت والاحدث اولا دي جيبهم منين حضرتك عندك هنا حاجة اسمها الفلتر او الترتيب حسب عندك اتنين بس الاول اهم التعليقات والاحدث اولا فيه ميزة جديدة حيتم اضافتها بشكل تجريبي يعني هيجربها في حضرتك ويشوف هل الميزة دي هتنفع تكون موجودة بشكل دايم ولا لا زي البداية ده قصيرة لما بدأت بشكل تجريبي جربها فيك وبعد كده هنزلها بشكل دائم هكذا الطايمد يعني الوقت انا علقت في الديه او الثانية كام التعليق ده تم فيه اد كذا في الديه كذا اد في الديه كذا الى هذه اللحظة انا ما شفتهاش وما حكمتش عليها بنفسي لكن انا شايف ان ده انجاز للمشاهد مش لمنشئ المحتوى يعني المشاهد لو كتب التعليق في دقيقة اتنين مثلا كمحتوى تعليمي وقال انا ما فهمتش الحتة دي او النقطة دي حبدا ادخل وقراها وعرف انه هو تابع لحد ثانية كام او دقيقة كام وحارف من الكومنتات الناس اللي بدخلوا يكتبوا اول وياخر ويطلعوا الحاجات دي هتفهمها وبصراحة انا شايفها انجاز لو الشخص ما بيكتبش تعليق اول ما بيدخل مباشر لكن في ناس بتتكتب التعليق وبعد كده تكمل عادي ما فيش اي مشكلة معرفش هي مفيدة لمنشئ المحتوى في ايه لكن هي مفيدة للمشاهد ده من وجهة نظر الشخصية نيجي بقى للحاجة الخاصة بمنشئ المحتوى منشئ المحتوى كان عنده حاجة واحدة بس يعملها كرد فعل على التعليق بتاع حضرتك وهو القلب لو محطش قلب عندك ياه يزعل وحضرتك تزعل وتتدايل لكن الجديد ان اليوتيوب يفكر حرفيا ان هو يدرج بعض ردود الفعل قلت عاملة كده او شمس او النمازج اللي قدام حضرتك بالشكل ده 100% قلب ضحكة زعلان علامة استفهام علامة تعجب فكرة زي المتوحد فكرة فبالتالي حيبقى فيه بعض التعديلات او بعض الاضافات الجديدة في نظام التعليقات الى هذه اللحظة لغاية تمام انا بتكلم مع حضرتك ما شفتهاش في المحتوى العربي لكن حيتم ادرجها قريب جدا اكيد لان الحاجات دي كلها اليوتيوب لسه بيجربها لم يتم اصدارها بشكل نهائي وعلى فكرة ممكن قريب جدا تلاقي التعليقات على اليوتيوب بانشاء فيديو قصير وقتها برضو ما تنشقش الى انه جرب ونشوف بعنينا ونشوف هل هتأثر بشكل سلبي ولا ايجابي الى هذه اللحظة انا شايف برضو ان النماذج اللي انا قلتها هي مش تطوير واضح ولا صريح ولا حاجة واو قدر اقولها يا منش المحتوى ترقبه تحديث هيزيد الارباح هيزيد المشاهدات كل الكلام ده مالوش تأثير على المشاهدات مالوش تأشير على الارباح ولا الاقتراحات ولا اي حاجة من حاجات دي صدقني مالهاش تأثير هي بس هتكون شكل تجميلي من وجهة نظري الشخصية وليس وجهة نظر اليوتيوب لان اليوتيوب هيقول لها كاكيد حاجات خرافية لكنها مش هقول لحطرتك حاجة خرافية علشان نسقف لليوتيوب حالحاجة هو مفروض اصلا يعملها بشكل دايم ده انا من سنة الف وتسعمائة وتسعين بتاقي اللي من قبل ما توضي بخمس ايام هو اليوتيوب الفين وخمسة نعارف يعني من الف وتسعمائة وتسعين او قبلها بخمس سنين كمان ما شفتش تطوير في التعليقات هنهزر يعني المفروض ده بشكل شهري يكون فيه تحديث وحاجة جديدة يتم إضافتها لمنشئ المحتوى او للمشاهدة علشان يعمل رئاكت على الاقل ده في رئاكتات على الفيسبوك بحزانني واضحقني واضعلني فين دي في اليوتيوب؟ بجد فين؟ اليوتيوب متأخر حرفيا في نظام التعليقات والنظام عنده بدائي صرف زي ما قلت لحضرتك والنماذج الجديدة اللي انا قلت هلك برضو مش نماذج واو نفرح بيها ولكن احنا بنحب نقول لكم جول جديد شكرا لجميع